موسيقى انا بقول كده برضو اتفضل حبيب موسيقى اهلا يا علي اهلا اهلا ايه ده ايه الجو الجميل ده وحرك بتعمل ايه ده انا يوجا يا علي ساعتين يوجا في اليوم تقضي بقيت اليوم وانت ريلاكسيشن كرسي ده انا جايبه من ماليزيا فضيع بس مشكلته حاجة واحدة انك بتعمل اليوجا لازم حد يجي يقومك بعدها شوف الارزاء لا هههههههههههههههههه انا اللي بحتاج اربع وعشرين ساعي يوجا فليوم علشان عشان اتصلح انا انا بحتاج هترد عالبارد عندها دوكتور لا 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 يا اع file نعم انجي بخير عن جيزيل فوري عن جيزيل حصان أنا نتعبانا دكتور انت لا تخضنيش انت كويس انت كويس اقض ريلاكس ريلاكس على شيز لونج هنا اه ريلاكس خالص وسيب نفسك لأخوك سيب نفسك خالص انت كده مرتاح اه حاجات اولية بس كده معالش قبل ما نكشف اه ايوه ايوه اوكي البق الودان اوه الودان ايوه شيل البولوزة اه نعم ايه قصد القميس يعني شيل القميس اوكي اوكي اه ايه ايه ده فيه كلكاعة غريب ايه ايه اوه شغال ايه شغال كله شغال كله شغال الحمد لله انا عازك تتطمن اولا النبض كويس القلب كويس البطن كويسة جميع الاعضاء الحيوية وظائفها مية مية كل الاعضاء كويسة يا تكتور كله انت شاكك في احد الاعضاء لا اعوذ بالله خلاص كل اعضاءك مية مية بيتشتكي من ايه لا ابدا بقالي كام يوم كده كل ما مخشي من باب البيت بحس ان معيدتي بتقلب وعايز ارجع ده غير ان النهاردة وقعت من طولي في الشغل ورئيس التحرير اداني اجازة ماضي المصر انت محتاج لاجازة اجازة من الشغل محتاج عشان ايه تعمل رفريش لنفسك وتدي نفسك طاقة ทำ يعني يا دكتور هو ممكن أنت يتوافق أن أنا أغور من قصد يعني أبعد عنها شوية وأختلي بروحي أنت مستنى إذن من الست؟ مش أنت يا علي الست تحت أمرك أنت تقول لها أنا هاخد أجازة يعني تاخد أجازة من إمتى أنت تخاف من أي مرة في الدنيا كل الأزواج برا بياخدوا دايما أجازة يوم أو يومين عشان بعد كده يقدروا يطيقوا يبصوا في وش بعض الله كلامك حلو طب نفترض يعني أنها ما وفقتش لأي سبب ما ممكن الساعتها ممكن أعمليه ممكن لما النسوان لهم حاجات ساعات خاسية كده يعني ساعتها بقى يعني يخليك هادي وأحاول ما تعملش كده أنا أحبك وبطأسك حاول إنك تكلمها برقة وحنية ها ولأ عشان خطري طب ينفرد ما وفيتش إن شاء الله ما وافق أقعد عيط لها عيط لها يا علي عيط لها وهي هتوافق ولا لعب يوجة ما أعتقدش هتنفع اليوجة في الحيطة دي المكاء هو اللي هينفع لحد ما تغني لك هي يا كويني يا علي يا طيب يا علي 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 اي علي خير يا حبيبي إيه اللي حصلك في نور لا في الشهر ولا حاجة يا حبيبتي شوية تعب عديت عالدكتور سمير قال لي قال لي يعني ما فيش عدي شوية أراقه إن أنا محتاجها ده الحمد الله يا حبيبي سلامتك ألف سلامة بس أنا ما فيهمش أنت هتكمل أجازة ولا لقي علي آه طبعا ده حتى الدكتور سمير قال لي يعني قال لي إن أنا لازم أسافر لي ومين أريح في أي حتة هدي سافر إزاي علي أنت عارف كويس قوي إن أنا ما عنديش رصيد أجازات والولاد كمان في المدرسة سافر دلوقتي إزاي بس لا حبيبتي ما هو بيقترح يعني إن أنا سافر لوحدي نعم ده هو اللي بيقول آه هو يقول اللي هو عايزه إنما أنت تسافر وتسيب لي البيت والعيال على جماغي وإنت عارف كويس قوي إن أمو عليش مسافرها لبقى ده أنا حبيت في هبة وهو أنا سكدت له قولت له أنا مكرس تليح ولا عصابي تهدد وأنا بعيدة عن إنجي ولولادة رابي يا حبيبي رابي بقية أنت عتلاقي حتة ترتاح فيها أكتر من بيتك بيتك اللي بنينا مع بعض طوبة فضلة وطوبة تهم مش كده والنبي عشان كده أنا عايزك تستثمر الأجهزة دي كويس قوي تبطل خالص وتبعد عن شغل الجورنال عندك حق عايزك بقى تشغل وقتك الفاضي بشغل البيت يعني اشتركوا في القرآن ترجمة نانسي قنقر تتعارفها ما نستغناش عنك يا حبيبتي لا علش يا علي علش النهاردة أنا عندي اجتماع مهم جدا بعد الشغل فهتأخر ياريت انت بقى تطبخ لنا اي حاجة بقى لي كتير قوي من دقتش حاجة من ايدك الحلوة دي طب وهنا هعود اعمل ايه الواحدي ده كله وانا بأجازة تعمل ايه يعني يا علي انزل اعود على الكافية شوي لا صحيح انت ممكن ما تلاقيش اي حد على الكافية تلاقيهم كلهم في الشغل طب اقولك اقولك فكرة حلوة قوي اعود روّق شوية البيت انا دايما بعمل كده وانا اجازة ايه يا حبيبتي بس انا الراجل يعني انا انا اه انت ايه انت ايه مش سمع انا 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 راحة مطلبالي طبعا طبعا يا علي ترتاح يا حبيبي انت في اجازة معقولة يعني ترتاح شوية وتروّق شوية ترتاح شوية وتنظف شوية كده يعني يا ولا مش عايز تساعد مراتك حبيبتك ولا ايه لا بس انا انا في اجازة يا راي قصد انا في اجازة يا انجي ايوه يا حليم انا عارفة يعني معقولة تبقى في اجازة والبيت يبقى بالمنظر ده يعني اه دع بالحيجة يلا انا اتأخرت قوي موه باي حبيبي انا في اجازة يا انجي انا في اجازة يا انجي انا في اجازة يا ولية انا في اجازة يا انجي انا في اجازة يا انا في اجازة كانت دايماً بتفرسني مقولة المرأة تساوي الرجل مش عشان أنا ضد المساوى لقدر الله بالعكس لكن عشان المساوى اللي بتطالب بيها الستات مساوى منقوصة مساوى في الحقوق لكن عمرهم مفكروا إن المساوى تبقى كمان في الواجبات يعني إيه الستة تتساوى مع الراجل في حق العمل وما تتساواش معاه في الواجبات المنزلية يعني هي تشتغل في المكتب وكمان في البيت وهو بيعمل إيه إن شاء الله يشتغل الصبح في المكتب ويعمل فيها سسايد في البيت لا لا يا سادة المساوى في شغل البيت عدل وإذا هو عملك سسايد أعمل له أنت راية وسكينة وهو عدل تحكيني وقت يا زور، تحكيني معاك تصرفت خير علي دلوقت ولبس مريلت البابا أعمالي يا أخ مريلت مطبخ إيه؟ ومش في أجازة ورقت في البيت؟ في أجازة، بس مش رقت بس حيروت لا، 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 فاهميني بقى ضحكت البنباير دي اللي في موسم التزوج وراها إيه؟ تقولي لي بقى أنت برأة دلالة ها أقول لك طبعا الخير يا بنات خليكوا عاديين، خليكوا عاديين إزاي كان ينجي؟ أغبار عليه النهاردة، مش أحسن؟ لا والله يا أستاذ جميل، ده تعبان، تعبان، أقول صعبان عليّ جداً ده حتى كان مواصيني أن أنا أطلب من حضرتك أن أنت تمديله على أسبوع مرضي كمان، يعني لو ممكن أسبوع كمان؟ طيب حاضر من عناية، عموماً أنا هعد عليكم النهاردة بالليل عشي أزوره لا 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 لا، ما فيش داعي خالص لأنه الحقيقة يعني مريده ومرضه ده موضي جداً موضي،؟ إيه، لا حال أوله ولا قوته، إلا ب الله، ليه وعنده إيه؟ عنده متلازمة، متزمنة أستاذ كوبيت مممممممممم.. متلازمة إيه؟ أستاذ كوبيت يا فندم، ده، ده مرآت معدي جدا، مرآت معدي بيعدير الجالة بس أستاذ كوبيت؟ لا حوله ولا قوتل إلا بالله لا حوله ولا قوتل وده بيصيب الرجالة في المصابط في المطخ إيه لا في المخ في كل الأعصاب في الأعصاب يا فنم وحضرتك عارف الأعصاب مهمة قد إيه يعني تراقي الراجل كده بيتعب ويتوخ ويبقى ما يقدرش يقف على حيله خالص يعني ما يبقاش لي أي لازمة خالص وده ليه علاج يعني والله أنا مشطارتي بقى شطارتك أيها يا فنم شطارتي يعني فننا أعالجه وديله الدول حتى ما يخيف آه لا ربنا ربنا يشيل عنه إن شاء الله ويشفيه بص إنجي لو عايز أسبوع تاني ياخد أسبوع تالت ياخد عايز شهر ياخد المهم ما يرجعش هنا اللي هو صغ سليم الله اللي يسيئي كبنتي أحنا مش نقصي تشكري قوي يا فنم وتشكري معلش معلش إنجي أصلاً هلس متودي السجادة أتيتو السجادة أتيتو كبيت لا 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 بصي بقى انزلي بترجمة قنيس عبيد وفاهميني بقى إذا حصل بترجمة قنيس عبيد وكل التركبات اللي انتي عايزاها بس مش لوحدك هفهمك انتي والبنات يلا بسرعة ننزل نزوغلنا ساعة كده ونروح نعطي على الكافي يلا لمن حكتك وبعدين يا دكتور العجازة ألا بتعشغلش هاقة دي عايزانا أروح البيت وأعمل الغداء وعملت ايه؟ في البيت على الغداء لسه معرفش بقفكر أكلم إنجي أسألها ايه وعا يا مجنون تغلط الغلطة دي؟ السؤال دا يا ما هدم وخرب بيوت سؤال أعمل لكوا ايه بكرة على الغداء عشان تطفحوا علي نعم تاكلوا ايه بكرة على الغداء؟ ايه حاجة هو إيه اللي ايه حاجة؟ انت مش عايز حتى تسعيدني باختراحات؟ ما تقول اعملي باميا ورز لسه واكلين باميا من ثلاثة يام انت بتزهقش خلاص اعملي مسقعة مسقعة ايه في الحر دا؟ مسقعة في الحر طيب ايه رأيك؟ اعمل لنا محشي ولحمة محمر محشي ايه؟ ورق عينب ورق عينب؟ لسه هشتري ورق العينب واخسله ونظفه وقطعه وعمل الخلطة وحشي حرام عليك يا علي انا بنا قدمة لحمه ودمه مش كده طيب شوفي اي حاجة سهلة وموجودة عندك وعمليها وخلاص انت دايما كده؟ مش عايز تريحني؟ على طول ايه دك في المياه الباردة؟ طيب قولي لي اقتراحات وانا اختار منها ايه اقتراحات؟ دي انا مش عارف اختار حاجة واحدة تقولي اقتراحات؟ طب ايه رأيك مثلا ناكل حاجة خفيفة يعني شوية تونة جبنة زتون دا لاش عك انا خلاص بفكر اعمل مكارونا وحمر كبدة وشوية بطاطس شيبسي وخلاص زي الفل يا سلام على افكارك اهو دا اللي انت فالح فيه انا بفكر اجيب دليفر انت مش لسه ايه اللي هعمل مكارونا وكبدة وبطاطس محمرة؟ حرام عليك انا من ساعة ما بقوم الصبح وانا بخسل وانشر وانضف الزريبة اللي ولادك عاملينها كمان عايزني اقفوا حمر حرام عليكوا حسوا بيا حسوا بيا مش كده طلبات طلبات طلبت انا تعبت طب خلاص احسن برد بص انا هجيب سمك مشوي وانت بقى تجيب الحاجة الساعة وانت جاي عايزة حاجة ساعة انهي نوع اي حاجة اي حاجة خلاص هجيبلك لتنين طبعا طبعا انت خسس عليك ايه تجيب لتنين وتيجي في اخر الشهر تقولي ايه ده هو المرتب بيروح فايد مش كده حاجة تقرف والله عندك حق يا دكتور لما انجيب تسألني السؤال ده بيبقى هاين عليها يرمي عليها يمين الطلاب بس انا عامل ايه دلوقتي تعمل ايه يا حبيب اي حاجة بانيه وجمعت شوات بطاطس ماء الطبيق فيش انت شيبس والله يفكر ايه بس وعد سوفيا وعد تعجبك حاجات الطبيق دي بقى تبتدي تطبخ وتسبك وتعمل حاجات حلوة هتورط نفسك عليك تاني يوم نايم العسلين وتقولي لحقني يا حركاته يا تكاته سمرت يا حبيب قلبي عملتلك الكاكا بتاعتي اللي انت بتحبها الكاكا بتاعتك احلى كاكا تاكلها وتدقها وتشربها كاكة جوجو قاعد تشرب الكاكا بعد اليوجا تعطيك جوانح طب اقولك ايه اخلص سيادة من اليوجا بتاحتك يوحة صاني على المطبخ انت عارف ما بضاش اكون الملوخية ابدا اينا لما بتعمل حليب بأيديك يلا اصيبك انا بقى عشان اقوم اشهق على المطبخية تتاكل صواب عجبرا ما تنساش الكاكا وتعطيك اجوانح اه يا تكاته يا اختيه يا حركاته يا عيني عليك يا رولو يا جمالي يا مين الحمار اللي بيخبط في ساعة زي دي هيبوزلي شغلي شريف بيه انا قلت انت برضو الحمار اقوز انت يعني اللي جاي بهم في ساعة زي دي عمر ايامسو سوري يا علي بيه اسف اني بخبط على حضرتك في معاد غدلايك دلوقتي انجز عايز ايه اصلا مادام عندي بعيد عنك لقيتها راجع من بره رجليها متجبسها معرفش من ايه بتقولي انها وقعت في الشارع فين بقى عارف اول ما بتنزل من العمارة فيه كوشك كده بتلاقيه على اول الشارع ده انت بقى اكسر يميه خلص ايامسو سوري اجيل المادام دلوقتي بعيد عنك رقدة وانا اتدبست في عماية للغداء حتى تلاقيني كده غير منمك وغير مهندم على غير عدت يعني وانت عايز مني ايه عايزنا نمكك دلوقتي والبطاطس على النار ايامسو سوري فرزاسرد طيب انا بس كنت متربة رباية صغنطوطة كده وكت عايز حضرتك تساعد عايز اعمل بشاميل ولا ولا انا روحي في مناخيري ما تخليني شافرش غلي فيك حرنك على اللي نفسر انها الامراطي من 15 سنة انجز عايزيه ملاقيش عندك كريمة لباني بس طب استنى عندك كده ما تحرجش عايز حاجة تاني؟ سؤال اخير البشاميل تنحط الدقيق على اللبان على الكريمة ولا الكريمة على اللبان على الدقيق؟ بيض بيض يا شريف ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا شكرا بخسر الكابانيهات أصلت الكابانيهات؟ أيوة وشديت السفون تصدق مش فاكر يعني الريحة موجودة احتمال يبقى العيب لا في السفون ولا في الكابانيه العيب في العمل العاملة في الكابانيه وأنا لو استمرت على الحالة دي مش بعيد أحمل وأولد أنا شمم ريحة مؤامرة غريبة عاملها ست مراتك بالاتفاق مع سيدات الحي كلهم طب تفتكر إيه الخطة اللي متزعمها إنجي مع بقية الستات دي يا دكتور؟ عشان تزلك وتوريك المجهود اللي بتعمل في تربية الأولاد طب أنا أعمل إيه بقى عشان أرد على الخطة دي؟ أسيب البيت يضرب يقلب وأضرب كرسي في الكنوب؟ المسائل الزي دي اللي فيها مشاكل كابلز لازم تعالج بطريقة حساسة سنسد أيوة يعني وات كان ويدوناو أسيب البيت وروح أخضب عن دمي أنا هتروح لأمك الله يا رحمة أمك ماتت ممكن تروح تخضب تصحى تاني الولية تعمل لنا مشاكل بس إنت خليك ساكل أنا هقول لكم على فكرة جوهنمية قول إيه هي استعبط وأعمل عبيض احساس جميل جدا أن الواحدة تحس منها هي اللي بتمشي المركبة إحساس التحكم ياه ده الرجالة كانوا محتكرين شعور حلو قوي بس على مين ده احنا كيدنا عظيم أخيراً الوحدة تحس بالمساواة الحقيقية والأجمل من كده إن الوحدة تحس إنها صاحب الدعوة بدأت تنتشر بين الستات والانتشار السجائر الإلكترونية في المجتمعات الرقية ستات تعرفيهم وستات ما تعرفيهم إيه إيه كنت فين يا محرر العبيد كنت في المطبع بتطمن على الطبعة الثالثة يا سلام وإيه الأداء الرومانسي ده مش عارفة هببتي إيه مقالتي نزلت في الثلاث طبعات زمنها دلوقتي وصلت لكل ستات مصر يخرب حقلك يا إنجي برضو صممت تطبعيها إحنا مش قولنا دي حتبقى بيننا وبين بعضين إحنا بس لش ما قدرتش ما قدرتش انتي عارفة الدال على الخير كفاعل صباح الخير يا أسالزة صباح يوم ما حدش عامل أستاذ جميل للنهاردة؟ أستاذ جميل؟ هو لسه ما جاش إحنا بقينا بعد الدهر ده عمره مع عمله يبقى الخبر سليم أصلي فيه تسريبات من مديرة مكتبه إنه نتصل وخد أجازة عرضة أجازة عرضة؟ أستاذ جميل؟ ها هيدي أغرب الراجل ده ما خدش أي أجازات من ساعة تقريبا ما كنا تحت التدريب إحنا طب وإحنا هنحير نفسنا ليه نتصل بيه في التليفون؟ موبايله مقفول اتصل خد أجازة والموبايل تقفل من ساعتها وبيقوله كمان إنه فيه قلق بينه وبين مراته مراته؟ مدام اعتصام؟ مش ممكن تصدت خلبانة وعلانياتها وعمره مش تكى منها لدرجة إني فتكرت إنه طلقها يكونش معقولة؟ معقولة تكون داودك وصلت لزير وستة أكتوبر؟ داود إيه؟ داود إيه ها؟ داود إيه؟ لا أبدا أبدا أصلت طول عمري بدعيله بدعيله ربنا يسترها معي طبعا ساطرها دا ساطرها على الآخر السطر طب أنا أعمل إيه دلوقتي بقى؟ أعمل إيه أنا دلوقتي عايز همد الورقتين دول والأستاذ جميل خد أجازة وعلي خد أجازة حتى الأستاذ السماعين ما شفتوش النهاردة والأستاذ إحمد فاروق مجاش ولا شادي جيه طب هي فرية وجدت للرجالة ولا إيه؟ مجابة وانت إيه اللي جابك أنت قصة؟ معال بقى يا قدرة مجابة أستاذجي خاصيمك النبي خاصيمك النبي السيدة بضايل ركلة ٥ نحنيني خير يا شعبان في إيه؟ أهبا 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 عبابتي أهبا عبابتي أهبا جرى لها حاجة؟ أنا اللي جرى هالي أنا اللي جرى هالي أهدأه دا بس واخوجتني في إيه؟ ما أعرفش أهبا موجت قلبي موجت قلبي أهدأه دا بس ما أتفرجش عليك الناس في إيه يا معلم مش عارفة ابتدي منين ايه بقى عاملتي سايبة البيت بقى لها يومين بس عليك يا معلم انت اكيد زعلتها والختمة الشريفة ما كلمتها ولا زعلتها ولا قربتالها المال ايه بس ايه اللي حصل معرفش من يومين خرجت قالتلي انا رايحة متنجي مع صاحباتي رايحة ايه؟ متنج متنجي مع صاحباتي وبعدين رجعت ركابة ستمية عفرين اوه طيب ايوه من يومين من يومين؟ ايوه من يومين؟ في حدود الساعة ثلاثة الظهر كده؟ بس ابتدي كنت معاها؟ لما كات لابسة الفستان البيستاش والبوليرول اخضر؟ تمام وكات لما شعرها وعملة قطتين مظبوط ولا شفتها خالص اه هي قالتلك حاجة؟ ايه يا لحيت ده انا يا دوب بقولها مزايا الخير راح اتلاف حاني بالقلم وقالتلي كمان ليك عين تقول مزايا الخير وراح اتلمها دومها وراح اتماشيها ايبها حبيبتي ايبها حبيبتي اقول لي مين اهب انا دلوقتي؟ يا حرام يا معلم انا مكنش عارفة انك بتحب اهبه قوي كده صعبت علي مش مسألة حب مش مسألة حب يا ستانج اه يبقى اكيد عشان مش قادر على شغل البيت بعدا مدت الشغالة اجازة واتدبست انت اه وانت عرفت منين ان هي هادة الشغالة اجازة؟ اه عرفت منين ان هي هادة الشغالة اجازة абني ما تمشي؟ اه ... اه ااتيتشودك ااتيتشودك ااتيتشود واحد شغلتوا راح اجازة باين عليك اهو باين وياهم كل حاجة ولا حودة خدي ايها نعم معلم اصلع يادني قدام امشي اوه لا معلم ماما البيل خير كل ده طيب طب انت ليه متشحطف على هيه بقوي كده محال ايها حبيبتي مش مسألة كده بس ده هي مشي واخدت الباسورد بتاعت الكمبيوتر بتاعته مش عارف افتحه الباسورد وكمبيوتر؟ اوه كتير بي كتير ايه ايه حق تسيبه صراحة تصعب قوي تصعب ايه دا ايه معرفش ليه منظر شعبانه وهو متشحتف وبيقطع في هدومه اداني دفع شيطانية للأمام وحسيت بكل المشاعر الشريرة اللي ممكن يحسها القط وهو بيلعب وبيتسلب تعذيب الفار وتملكتني فكرة سايكوباتية خلتني أقرر أزود الدوز على علي وخليه يكره نفسه عشان يعرف ان الله حق اوه ايه دا علي انت يا علي انت يا بيت ايوه ايه يوه ايه يا حبيبتي مالك بتزعيك دا ليه بزعي ايه وهباب ايه ايه الجردل اللي هناك دا دا ما كانوا برضو كنت حكفي على وشي دلوقتي معلش يا حبيبتي عسنا كنت بسيق الطرق وبعدين خفت للاكل شيط فاروح توطي على الرس الرس خلوة قوي يعني انت كمان مخلصتش الغدر حلوة قوي يعني انا كمان هستنى الاكل طب انا اعمل ايه انجي ما انا كمان ما عنديش خمسمية ايد وبعدين انا طول النهار ما بين المسح والكنسة والطبيخ اعمل ايه يعني الرحمة حلوة اعني برضو لحمه دم يوه بقى الموشح بتاع كل يوم انت مش الراجل الوحيد اللي بيعمل شغل البيت لو مش عاجبك هتلي شغالة تساعدني زي كل الستات المحترمات ما بيعملهم عجوازاتهم عشان يرايحوهم لا انا مقدرش استغنى على امو علش وانت عارف كويس قوي ان امو علش في البلد عند بناتها عشان بتصايف وانا مقدرش اهل الشغالات بتوع اليوين دول اللي بياخدوا شي قوي شويات مش في امكانيات يا استاذ علي واحنا اتفقنا من اول يوم ان احنا هنعيش على قد امكانياتنا طب اعمل ايه انا بقى اعمل ايه انا تعبت تعبت اوه بقى كل يوم تضرب لي بوس حاجة تقرف ايه طح علي انت يا استاذ علي اقدم فين البلوزة البيش بتاعتي في الدرايج لي بتعمل ايه في الدرايج زفت دي بقى لها ثلاث تيام اصلي ايه اصلي نسيت يا انش في ايه يعني وانا موخي دفتر طبعا طبعا نسيت مانا بقيت في اخر افتماماتك تهتم بحاجات مراتك ليه كل اللي على بالك البيت والولاد النامان عتحرق اعمل ايه بقى اعمل ايه اكتر من اللي انا بعملو انا زيه زيه اعمل ايه بقيت أهلاً، إزيك يا علي؟ اتفضل مسائل خير يا تنت رجاء مسائل ولي يا حبيبي اتفضل اتفضل خير يا حبيبي في إيه؟ إنجي حصل لها حاجة؟ إنجي؟ هي كل حاجة إنجي إيجي إيجي وانا إيه؟ مش بناهاتب؟ مش بناهاتب من لحمه دم أنا؟ من لحمه دم؟ لأنها إنتا مش بتاعه أكيد في إنا، طب المهم إيه ده حبيبي؟ تحب تشرب إيه؟ عايز كاكا طب تفضل، الحمام فاضي عصير كاكا تمان، من عناية وأنكل سمير فين؟ موجود في العيادة مع الناس، المهم أنت تحكيلي إيه اللي حصل بالصبت؟ أنا تعبت يا تطرقا، تعبت كل يوم شخط ونطر، مفيش حاجة عجبها حتى لو قلت لها صابع العشرة شمع لا لأنك إيه بتتقوي، اللاين ده برضو مش بتاعه بقولك إيه؟ واحدة واحدة كده، وفهمني إيه اللي حصل أنا حسس بقى حسيسة غريبة تطرقا، حسس بقى حسيسة غريبة، حسس أني ما بقيتش أنا الراجل والحقيقة بصراحة يعني أنا كمان مش حسة كده حس أن الأدوار اتحكستي؟ ايجي بقيتها يا راجل البيت؟ وأنا طول النهار في شغل البيت زي الستات؟ ومالو يا حبيبي، إيه هتفتكر إن الراجل لما بيساعد مراته في البيت؟ ده بيأثر على رجلته، بالعكس ده دليل بقى على المواد ده، والحب، والجونتياز أو الجونتياز زال المخلال والأولية دي فاكرة إن أنا عايل طري، عملة تبيع وتشتري فيها مش شايفة إن أنا راجل البيت؟ أنا حس ده لا ببقاش لها لازمة يا طط، أنا بقيت راجل كفتة، أنا بقيت راجل كفتة لا لا، ما تزهرش نفسك يا كفتة يا قصدي علي، ما عالش يا حبيبي بالحكس، إنت الراجل وصيد الرجالة كمان، وإزاي ما لكش لازمة؟ هقولك مثلا، يعني مثلا لو جرس الباب درع، ميه اللي بيفتح الباب؟ مش إنت اللي تفتح الباب؟ ينفع إنج تفتح الباب لواحد غريب؟ وإنت موجود؟ طبعا لا، لأن إنت الراجل مثلا مثلا لو رحته للسرون تتعاشه أو طلبته أكل ديليفوري، وجال حساب، ميه اللي بيدفع؟ مش إنت؟ ينفع إنج تدفع وأنت موجود؟ لا، عشان إنت الراجل مثلا لو في الشارع إنجي قلت أدابها على حد، ولا شاتمت حد، والحدي ده جاء عشان يضربها، مش هي بيسيبك إنت تدافع عنها وتتضرب ده لا؟ ينفع هي تتضرب وأنت موجود؟ طبعا لا، عشان إنت الراجل مثلا لما إنتوا الاتنين بتبقوا، بتبقوا يعني مع بعض، مش إنت برضو اللي بتبقى الراجل؟ لا، بصيلي هنا وقللي، ومال بتبقى إيه بالزبط؟ حبيبي، يا حبيبي، لا، مش عايزك تتهر كده أبدا، لا، 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 ما زعنيش يا عيني، عايز أقول لك حاجة يا حبيبي، بتحصل كتير بين الأزواج، ها؟ عندك مثلا عنكلك سمير من زمان خالص، يعني الحقيقة، يعني بقينا إخواتي، وده مش هميبنا قبدا، خلاص على الآن أنتوا سرعين ممكن تتعالجوا، لكن خلاص خلاص كذبك، هدوا؟ ها، أقوم رح الأمك السمير يا حبيبي، أنا هعمل الكاكا حكي يا عيني دكتور سمير دكتور سمير أستاذ علي إحنا بنستمتع بشوية يوجة عن ناشف أنا والأصدقاء قعد معنا واستمتع معنا أنا تعبان يا دكتور سمير أنا تعبان والموضوع بدأ ينفش والعدوى بدأت تنتشر وأنا خلاص عايز أقطع العجازة أنا جدت جاز أنا عايز أقطع العجازة بدأ المعطا حاجة تانية هيقطع إيه؟ مش عارف هتقطع إيه؟ شرايني أنا بفكر في الانتحار غلط غلط تنتحر أنت إنسان مؤمن اللي انتحر ده إنسان كافر إيه هو أسمعك تقول كده فكر في الحياة بجد فكر برجولة أفكر برجولة إزاي يعني؟ أفكر بمعاس 43 ها عيش حياتك واستمتع بيها استمتع بكل ما هو جميل في الكون كل شوكولاتة كل عرق سوس أشرب ينسون يعني بعد الخوزيء اللي عمال أخدها دي كلها هستريح بالشوكولاتة هياخد إيه؟ خوزيء عايز؟ لا أنا هاخد اللي بالبودو كل شوكولاتة وأنا عايز من المكسرات دي كل المكسرات؟ أنا قريت في مجلة بورتوغالية بتقول إذا لم تستطع أن تغير الواقع فاستمتع بالحياة اشتركوا في القناة القناة تراfera تحديث ترجمة نانسي قنقر مساء الخير مساء الخير قول صباح الخير بزمتك في راجل محترم يفضل بره البيت لساعة زي دي الجران يقوله عليناي ما جراش حاجة يعني يا إنجي نمخرج مرة مع صحابي أفك عن نفسي شوية تاكمان ليه كعين ترد علي قاعد بره البيت لانصاص الليالي وتقولي أفك عن نفسي ليه ما عندكش زوجة لمك إنجي ما نقاعد طول النهار في البيت لوحدي وبعد إما كفرت الشعلي ما فيه رجالة كتير بتتأخر بره البيت دول رجالة مش محترمين رجالة شمال زي صحابك اللي دايرين على حل شعرهم لغاية السعادي بره البيوت لا بسمح لكيش لو سمعت منكلميش على صحابي بالطريقة دي دي راجعية وتخلف حصلت حصلت يا علي بترد علي وتقول لي راجعية وتخلف علي روح والبطر لا 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 اشت! 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 رجل اتخاف ماتر تشيش!